بلا الضوابط وزارة المالية هذا ما تبين بعد سنوات من تعين محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري أبو مازن لأربعة آلاف شخص من صحة المحافظة معاناة هؤلاء الموظفين والتحقيقات الجارية في هذا الموضوع رصدها مراسلنا هناك محمد الربيع لا تزال أزمة تعين أربعة آلاف درجة وظيفية إدارية في دائرة صحة صلاح الدين تشكل استفهاما كبيرا على آلية تعينهم أيام استلمي أحمد الجبوري أبو مازن زمام المحافظة عام الفين وسبعة عشر التي أتضح فيما بعد أن نوامر تعينهم لا تخضع لضوابط وزارة المالية التي لم تعترف بدرجاتهم حتى يومنا هذا ليعيش آلاف الموظفين مصيرا مجهولا لكون رواتبهم تصرف الآن من الميزانية التشغيلية للوزارة ويمكن أن تتوقف في أي لحظة يومي يهددون ها راح يبطلوكم ها أنتم تأخذون من التشغيلية طلعنا مظاهرات طلعنا وقفات طلعنا انتصامات أو أكثر من مرة أبو مازن عمر جبر لما كان محافظة المحافظة السجديد يجي وعدنا بس كلام يعني نريد نعرف مصيرنا شنو يعني إلى متى نبقى هيتش يعني بين حانا وبين مانا حاليا نعيش في قلق ومخاوف ممكن أنه في أي لحظة ينزل قرار أو ينزل كتاب يتوقف راتبك يتوقف راتبك معناها أنت تدخل في حيرة بزمانك شرحة من مدخولك وأنت صاحب عائلة وصار لك أكثر من ثمان سنوات أنت موظف على جهة حكومية رسمية وزارة الصحاء التي لم تمانعت عينهم أكدت أن الأمر لا يزال تحت طائلة التحقيق القضائي لما يشبه من قضايا تندرج ضمن طائلة الفساد مشيرة إلى أن تثبيتهم يتطلب استثناء حكوميا يدون في الميزانية الاتحادية تعينات المحافظة الآن موضوعهم في وزارة المالية ننتظر مصادقة الوزارة المالية عدها متطلبات من وزارة الصحة يعني ما عدها مشكلة بس المشكلة أنه أكون تخصيص الدرجة الوظيفية هذه تطلب إقرار بقانون الموازنة أيضا هناك موضوع هذا الموضوع بالذات عليه اللجان التحقيقية تخلص هذه اللجان وإن شاء الله تتوصل إلى حلون ملف تعينات الأربعة ألاف درجة وظيفية في صحة صلاح الدين لا زال يراوح مكانه وكابوس أنهاء خدماتهم يطارد مصدر رزقهم ما لم يتم الالتجاء إلى الأطراف السياسية لحسمه محمد عادل الربيعي الرابعة صلاح الدين